قراءة البيانات طبعا حتى أنا أستطيع من قراءة البيانات اللي موجودة عندي داخل الجدول فمبدئيا أحتاج إلى عملية قراءة كافة البيانات اللي هي موجودة وتها رح تصبح عندي عملية تحويل من المابل إلى اللستة إذن هنا أنا حتى أقوم بقراءة البيانات فراح أبدأ أعمل الآتي رح أبدأ بإنشاء لستة من الدوغ رح أبدأ أسميها دوغ على أساس تكون عندك سيني كرونس ثاني شي رح أبدأ أحصل على يعني عملية بالنسبة لقاعدة البيانات ثم ذلك رح أبدأ بتحويل كل الجدول اللي موجود عندي إلى الصنف الخاص في الدوغ مثل ما تلاحظ أنه عندك الآن يعمل يقلك ويبدأ بشكل مباشر أنه يقوم في عمل كويري إلها عمل كويري إلها الآن فقط أعمل كونفيرت يعني فقط أقوم بعمل كونفيرت بالنسبة لللستة اللي موجودة عندي إلى اللستة الخاصة في الدوغ يعني هذه اللستة اللي هي الماب سترينج أوكي أبدأ أحولها إلى الدوغ فعدي وظيفة اللي هي لست دوت جينيريت أوكي دوت جينيريت اللي تبدي تستقبل لك الماب سترينج الطول الخاص فيه أوكي والآي هو يعتبر عندك كأنما العنصر أو التعداد اللي إحنا من خلاله راح نستطيع الوصول إلى العناصر يعني نسبة إلى موقع الآي راح أبدأ أحصل على العناصر المقابلة إليه وبالتالي راح أعمل ريتيرن على الدوغ أوكي أبدأ أعمل ريتيرن عليه وراح أقل له أوكي إنه الـ id أوكي هذا الـ id مالتي هو مقابل للمابس i id أوكي ثم نفس الكلام يبدي يتكرر عندك مع الـ name مقابل إليه مابس للـ i للـ name نفس الكلام يعدك ينطبق أيضا على الـ age فالفكرة العامة إنه هو الآن إنه أنت تقوم بالتحويل يعني تعمل query the table for all the dogs ثم بعد ذلك راح تعمل convert إلها إلى الـ listة اللي موجودة عندنا من خلال إيش من خلال المثود أو من خلال عمل ريتيرن على الـ list.generate أوكي ثم بعد ذلك تعمل ريتيرن على الـ dog